في آخر إحصائية أعلنتها دائرة صحة الأنبار أكدت فيها بلوغ ضحايا الحوادث المرورية أكثر من ستة آلاف ضحية بينهم سبعمائة وخمسون حالة وفات خلال الأشهر الماضية من هذا العام بلغ أو تجاوز الستة آلاف وثلاثمائة إصابة نتيجة حادث مروري كذلك سجلت مؤسساتنا أيضا للأسف حالات وفات تجاوزت السبعمائة وخمسين حالة وفات وهذه هي الإحصائيات لحد ثمانية أشهر من بداية سنة 2023 مديرية المرور في الأنبار بدورها أعلنت اتخاذ جملة إجراءات احترازية للحد من حوادث الطرق وذلك عبر نصب أجهزة للرادار بهدف رزي ومتابعة حركة السير في المناطق التي تشهد كثرة في الحوادث المرورية هذه العشر رادارات تم تنصيبها من مدينة الرمادي إلى قضاء القرمة على الطريق القديم يعني مو على الطريق السريع سيكون على الطريق القديم المرحلة القادمة إن شاء الله قريبة جدا إن شاء الله رح نقول يعني خلال إن شاء الله مو كثر من شهر رح تكون هناك 13 رادار على شكل فتال مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية عمدت من جانبها على عقد ندوات تثقيفية لمناقشة أسباب ارتفاع معدلات الحوادث وبحث سبل الحد منها دخول جهاز الرادار إلى المدينة وهذه الثقافة الجديدة التي لابد أن نوعي لها المواطنين بأن هناك سرعة محددة من يتجاوز السرعة هناك غرامة سوف يلتقط هذا الرادار صلاح هذا الأمور كلية جديدة اليوم لابد اليوم أن نوعي المواطنين وترجع مديرية المرور العامة أسباب ارتفاع معدلات حوادث الطرق إلى عدم امتثال أصحاب المركبات للعلامات المرورية فضلا عن السرعة المفرطة والتي تشكل قرابة الثمانين بالمئة من الحوادث المرورية وتأمل حكومة الأنبار أن تسهم أجهزة الرادار بالحد من حوادث المرور لتقليل أعداد الضحايا والخسائر المادية محمد الجميل الحرة محافظة الأنبار